اشتركوا في القناة الخليفة رئيس الحرس الوطني وذلك للسلام على جلالته لمناسبة زيارته للمملكة وقد رحب جلالة الملك المعظم برئيس هيئة الاركان المشترك الباكستاني الاسبق واشهد باواصر العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين وبما يشهده التعاون الثنائي الوطيد من نمو وازدهار في جميع المجالات لسيما العسكرية والدفاعية وتقديرا من جلالة الملك المعظم للجهود التي قام بها الفريق والركن احسان الحق في توثيق علاقات التعاون العسكري والدفاعي مع مملكة البحرين فقد تفضل جلالته ايده الله بمنحه وسام البحرين ومن جانبه اعرب الضيف عن عميق الشكر والامتنان لحضرة صاحب الجلالة على منحه هذا الوسام مثمنا الدور الكبير لجلالته وجهوده الكريمة في تنمية وتطوير العلاقات البحرينية الباكستانية في كافة المجالات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة